اليوم حضرتوا معنا انطلاق فعاليات المنتدى الثالث لمحام مغيبة العالم كما كتعرفوا بداء من هاد السنة مغيبة العالم في قطاع المحامات منضمين في واحدة الجمعية واللي الجمعية أصبحت شركة شركة الوزارة نحن انطلاقا من توصية المنتدى الثاني لانعقد فقادير اخذنا على عتقنا كوزارة ان كل سنة نضم هذا المنتدى لكن باختيار موضوع مواضيع التي تهم المغابة العيشين في الداخل وكهم كذلك المغابة العيشين في الخارج بعد نقاش مطوال مع جمعية أئات المحامين بالمغرب ومع جمعية هيئة محامين مغيبة العالم تفقنا اننا نشتغل هذه السنة كندواء على مدونة الأحوال الشخصية هذا الاختيار ليس اختيار اعتباطي هكذا لكن اختيار مفكر فيه انطلقنا بان المدونة الآن عند 14 سنة وبالتالي يمكن الواحدة دي واحد تقيم اولي عن طريق النساء ورجال اهل الاختصاص باش إذا كانت تقدر اجتهادات يكون اجتهادات مفكة فيها انطلقنا من مرجعيات قانونية والتي تعطي الاجتهاد القوة والمناعة فاننا نشتغل هذه المدة طويلة ومشكورين وزارة العدل عن طريق السيد الوزير ودعاتنا إشارتنا مجموعة من النساء ورجال القضاء اللي كيشتغلوا في مجال مدونة الأسرة واللي يشتغلوا معنا باش نحضروا الوثيقة المرجعية لهذه الندوة كذلك مشكورين ومشكور السيد رئيس السلطة القضائية اللي مجرد ما اتصنا به ودعاتنا مجموعة من النساء ورجال القضاء اللي كي ينزلوا المدونة على أرض الواقع عمليا وميدانيا كذلك السيد رئيس النيابة العامة مشكور ودعاتنا مجموعة من القضاء اللي كيشتغلوا على المدونة يوميا على أرض الواقع بالإضافة إلى جمعية هيئة المحامين مدام أنها كتمثل كل هيئة مغيب أي 17 ناقيب لحظة معنا اليوم فإذا هذا فضاء متميز على المستوى العلمي اللي غدي أي نقاش غيكون نقاش بمرجعيات قانونية باجتهادات غنية متنوعة بنقاش عميق ورازين وبالتالي اللي مغيبة العالم غيكون جوزء من هذا النقاش إلى وقعات شي تغييرات أو اجتهادات على مستوى المدونة فإذا هذه خطوة جريئة خطرة خطوة عملية لتجوزنا بها التعبئة ديالشرائح مغيبة العالم على مستوى هيئة المحامات ولكن مشينا بعيد أنهم باش يتحولوا إلى طرف في صناعة الشهادات القانونية لا سيما في المجال اللي كتمم مواشر لا سيما مدونة الأحوال الشخصية إذن ترجمة عملية انتقال نحو البحث على واحد الإطار أو واحد الفضاء اللي غدتكون فيه مقاربات اجتهادية وكما تلاحظوا سيكون دوم واحد يومين ما دام أنه يكون الوقت الكافي لإحتكاك ما معنى الإحتكاك؟ لاحظوا معي أنه أكثر مستين محامي لكي مرسوا في العالم كينا اليوم هنا هذا غنى، رأس مال الستنائي والذي سيكون النقاش عندهم مع زملائهم مغابلة كي مرسوا في الداخل والذي سيكون النقاش مع القضاء الجالس لهم القضاء وبالتالي سيكون النقاش كله سيجعل بأن أي خطوة عند طابع اجتهادي طابع قانوني يكون عندها مرجعياتها، عند الاحتكاك، عند التفاعل ما دام أنه عنوان دواء اللي تفقنا عليه كامل اللي هو المدونة الأحوال الشخصية في ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية إذن عنده دلالة، عنده معنى ما دام أنه نعيش في عالم معولم وبالتالي كل جهاد سيأخذ باعتبار مرجعيتنا الأساسية كمغربة بإسلام معتدل وسطي وفي نفس الوقت كل تعقيدات المجتمع سواء المجتمع المغيبي أو مجتمعات الاستقبال والتي تطلب دائما أجوبة توافقية بروح ديال الشهاد وروح احترام الآخر بصاحب جلال نصر الله تيقود مشروع كبير حداتي ديمقراطي وبالتالي دائما عندما تطرح النقاشات الكوبة المجتمعية تكون طبعا دائما من أجل الوصول إلى رؤية فيها الحكمة والتبصر فيها التوافق فيها رفع تحديات المستقبل ما دام أنه إرادة الملكية تسعى دائما بشيحتل المغيبي بالمكان اللي كيستحقوا ضمن دول كوبة ويمكنش يحتلها إلا بجرأة دير الإصلاح وبجرأة تحدي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي